شخصيات جزائرية تاريخية الثانية والثمنون العقيد لطفي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات العقيد لطفي اسمه بن علي بودغن ولد بيتلمسان يوم السابع ماي 1934 ميلادي التحق بالمدرسة الابتدائية بمدينته نال الشهادة الابتدائية عام 1948 ميلادي سافر إلى المغرب لمواصلة دراسته الثانوية بمدينة وجده لاتنه عاد بعد سنة إلى تلمسان لينضم إلى مدرسة مزدوجة التعليم فرنسي إسلامي وفي هذه المدرسة بدأ يتشكل وعيه السياسي فالتحق بصفوف جيش التحرير تاريخ المقاعد الدراسة التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في أورتوبر 1955 ميلادي بالمنطقة الخامسة وشغل منصب الكاتب الخاص للشاهيد سي جابر لتلتحق به زوجته في نفس المنصب كلف بعدها بقيادة قسم تلمسان وصابدو واشرف على تشريل الخلايا السرية لجبهة التحرير الوطني واخذ اسما ثوريا هو السي إبراهيم واستطاع بفطنته وحسن تنظيمه أن يؤسس للعمل الفداي في الولايات الخامسة الشهيد مطلع سنة 1956 ميلادي ترثيف العمليات الفداية ضد الأهداف الفرنسية مع ارتشاف البترول سنة 1956 ميلادي بالجنوب الجزائري وزيادة اهتمام فرنسا بالصحراء تطوع السي إبراهيم في صيف 1956 ميلادي لقيادة العمليات العسكرية في الجنوب وخاض عدة معارض ضارية أصفرت عن خسار معتبرة في صفوف العدو مثل معركة جبل عمور بنواحي أفلو يوم الثاني أرتوبر 1956 ميلادي التي شارك فيها زهاء 500 جندي من جنود جيش التحرير الوطني تبدو القوات الفرنسية خسار فادحة وفي جنوبي 1957 ميلادي عين طائدا على المنطقة الثامنة من الولايات الخامسة برتبة نعقيد ثم رائد بمنطقة أفلو تحت اسم لطفي تم أصبح عضوا في مجلس إدارة الولايات الخامسة وفي شهر ماي 1958 ميلادي رقي لطفي إلى رتبة عقيد وعين طائدا للولايات الخامسة وهي فترة عرفت تتالبا فرنسيا شريسا بعد مجيد ديرول وبناء خطي شالو وموريس على الحدود الغربية الشاقية مما دفع العقيد لطفي إلى بث جهد عسكري وتنظيمي كان له أثره في الحد من الهجوم الحربي الفرنسي كما شارت مع فرحات عباس في زيارة إلى يوسلافيا للبحث عن الدعم العسكري للثورة بعد نهاية أشغال المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد في طرابلس بداية سنة 1960 ميلادي فضل العودة مع قوة صغيرة حتى لا يثير انتباه العدو الذي ضرب حصارا على الولايات الخامسة إلى أن القدر تتبلاو أن يستشهد في معرة غير متتافية مع قوات الاستعمار استخدمت فيها الطائرات والمدفعية الثقيلة وتان ذلك يوم السابع والعشرون مارس 1960 ميلادي بجبل بشار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد